بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم السلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المأسومين الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيهما باحث المبحث الأول معنى صيغة الأمر بحثنا في مقصد الأول من مقاصد الكتاب وقلنا أنه بعد المقدمة التي تشتمل على ثلاثة عشر أمران يدخل المحقق الخراساني في مقاصد الكتاب وللكتاب عدة مقاصد المقصد الأول يبحث عن الأمر وما يتعلق بالأمر وقلنا أن المقصد الأول يشتمل على عدة فصول فصل الأول كان يبحث عن مادة الأمر وقد أكملنا البحث عنها في الحلقات السابقة بإذن من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه من هذه الحلقة سندخل في فصل الثاني من المقصد الأول فصل الثاني يبحث عن صيغة الأمر وما يتعلق بالصيغة الأمر من الأبحاث في صيغة الأمر أيضا في هذا الفصل الثاني عدة مباحث في المبحث الأول سنتكلم عن معنى الصيغة طبعا وفي مبحث الثاني سنتكلم عن دلالة الصيغة وأنهما الدليل مثلا على دلالة الصيغة الأمر على الوجوب مقدمة أذكركم بهذه النقطة أن صيغة الأمر أو صيغة الأمر بانشتقاقاتها المختلفة قد تكون على نحو الثلاثي المجرد وقد تكون على نحو الثلاثي المزيد وقد تكون على نحو الربائي وقد تكون معتلاً قد تكون صحيحاً من جهة السرف للكلمة هناك عدة تقسيمات كل هذه تقسيمات نهنه ما نقول الصيغة الأمر داخلت في هذا البحث بلا أي استثناء هذه النقطة الأولى نقطة الثانية استخدام صيغة الأمر في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة وردت بوفور جداً أفرز ما هو؟ نهنه ما نتكلم عن صيغة الأمر لا نتكلم عن صيغة التي توجد في القرآن والسنة أفرز ما هو لها عدة مصادق محدودة على العكس صيغة الأمر وردت في القرآن والسنة بوفور وتعدادها كثيرة جداً وبشكل مختلف وعلى أنخاء مختلفة وكأنه لأجل هذا أيضاً قدم المحقق الخراساني رضوان الله عليه عن بحث عن صيغة الأمر على صائر أبحاث الألفاظ نهنه ما كان الحال المراجع إلى القرآن والسنة خصوصاً في قسم آيات الأحكام يجد أن هذه الصيغة أو صيغة الأمر كم لها من الاستعمالات والصيغة والاشتقاقات جيد في مبحث الأول نتكلم عن معنى صيغة الأمر طبعاً معرفة المعنى فرع تأيين معنى صيغة الأمر في القرآن والسنة وسنبين معنى المطلوب في القرآن والسنة في مبحث الثاني بإذن من الله سبحانه وتعالى صاحب الكفاة رزوان الله عليه من الأول مثل بعض أهل اللغة يبين موارد استعمال صيغة الأمر وأنه صيغة الأمر استعملت في لغة العرب وفي أشعار العربية وفي المتون العربية لعدة معانين لأجل هذا يقول المبحث الأول معنى صيغة الأمر أنه ربما يذكر للصيغة معانين قد استعملت الصيغة فيها في هذه المعانين بناء على هذا للصيغة ما هو تتكسر المعنى جداً يقول وقد عد من هذه المعاني الترجي مثلاً والتمني والتهديد والانذار والإحانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك أفرز كالاستعانة مثلاً والتكذيب وامصالها طبعاً لمراجعة هذه المعاني وامصالتها يمكن مراجعة كتب المفصلة مثل كتاب الفصول وغيرها مثلاً في القرآن الكريم هنا ما يقول اعملوا ما شئتوم اعملوا يكون صيغة الأمر مفردها اعمل نرى أنه اعملوا استعمل للتهديد في هذه الآية الشريفة يوم مثلاً فأتو بصورة من مثلك فأتو أيضاً صيغة الأمر نرى أنه صيغة استعملت في التعجيز مثلاً على أيها الذكر أمثلة هذه المعاني كلها هم من القرآن وهم من السنة في حواش الكفاية وفي كتب المفصلة جيد بعضهم تصوروا أن هذه الموارد التي وجدناها استعملت فيها صيغة كلها من معنى صيغة الأمر لأجل هذا صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول و هذا كما ترى هذا التصور أن كل هذه المعاني أو كل هذه الاستعمالات من معنى صيغة الأمر ومن وضع الواضع يكون محل تردید لماذا ضرورة بيان هذا المدعا يقول لزرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد من هذه المعاني بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب يقول صيغة الأمر و استعمل على أي شيء على إنشاء الطلب فقط جيد إلا أن الدعي إلى ذلك إلا أن الدعي إلى ذلك الطلب كما يكون تارتا هو البعث والتحريق نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد خاضره الأمور كما لا يخفى صاحب الكفاير رزوان الله عليه يقول معنى الأصل لصيغة الأمر عند الواضع هو إنشاء الطلب ولكن على أي حال إنشاء الطلب شيء ظاهري غرض المستعمل و غرض المتكلم من استعمال صيغة الأمر و الدعي لإستعمال صيغة الأمر يختلف بعض الأوقات غرضه ماذا يكون البعث والتحريق لأجل البعث والتحريق ولغرض البعث والتحريق يقول إذا نودع للسلاة من يوم الجمع فسعو إلى ذكر الله فنرى أن صيغة الأمر استعملت للتحريق يقول هذا لا بأس به قطعا هنا صيغة الأمر استعملت في معناها ولكن بعض الأوقات لا الدعي والغرض لإستخدام الصيغة أمور آخر قد يكون تعجيز مثل فأتو بصورت من مثل بداعي تعجيز ولغرض تعجيز الكفار يقول إذا كانت لكم تردید في صحة القرآن فعليكم بإطيان مثل هذا القرآن مثلا بعض الأوقات الدعي يكون التحقير بعض الأوقات الدعي الاستعانة وأمصالها من المعاني الذكرت في الكتب المتولة إذن صاحب الكفار رزوان الله عليه هنا في المرحلة الأولى من البحث وطبعا بالتدريج يكمل نظره في هذا المجال في مقدمة الأولى أو في مرحلة الأولى من البحث يقول سيغة الأمر وزعت لأي شيء وزعت لإنشاء الطلب جيد هنا ما يقول وزعت لإنشاء الطلب بعض المحشين يعني تلميذ صاحب الكفار رزوان الله عليك محقق المشكيني عنده إشكال على أستاذه أنك في الأبحاث السابقة قلت أن الإنشاء والإخبار لا يكون جزء الموضوع لا بل هذا يرتبط بالاستعمال وكلها من قيود الاستعمال على يهال كيف هناك بعض الأمور مثلا ما هو ترتبط بالاستعمال على يهال مثلا العالية والاستقلالية في البحث عن معنى الحروف صاحب الكفار يعتقد أن العالية والاستقلالية من قيود الاستعمال خارج عن الموضوع لا هكذا الإنشاء والإخبار لا ربط لها بالموضوع لا متكلم هين ما يقول بأتو قصد المتكلم عن التلفظ من هذه السيغة قد يكون إنشاء وقد يكون إخبارا لعجل هذا إذا كان هكذا فكيف أنت تقول يا محقق الخراساني وزع لإنشاء التلب وظاهره أن الموضوع لا يكون مركبا والإنشاء يكون جزء من الموضوع لا هذا بعض الإشكال من قبل بعض المحققين على يهال ما هو اللهم إلا أن يقول أحدون أن الصاحب الكفار يقول إنشاء التلب ليس مراده أن الموضوع لا يكون مركبا والإنشاء جزء من الموضوع لا موضوع لا يكون بسيطا صرف التلب وذات التلب هو الموضوع لا هين ما يقول إنشاء التلب كلمة الإنشاء لغرز تعريف وزعه في الموضوع لا بمعنى أنه ما هو التلب الإنشائي في مقابل التلب الإخباري مثلا التلب قد يكون إخباريا هذا لا يرتبط به صيغة الأمر التلب قد يكون إنشائيا فالتلب الإنشائي هو الذي يكون موضوع لا فهينما قيد التلب بالإنشاء هذا التقيد يكون لغرز التعريف لا بعنوان ما هو الرؤية الاستقلالية وجعلها جزء من الموضوع لا على أيها ولو بالاستمداد من قرينة المنفسلة ولو بالاستمداد من سائر مباني المسنف رزوان الله عليه لا بأسان يذهب أحد إلى هذا التوجه جيد هذا كله بالنسبة إلى هذا البحث بعد هذا نأتي إلى بحث آخر قصار ما يمكن صاحب الكفاهي رزوان الله عليه هنا يذهب إلى بحث آخر صاحب الكفاهي يقول قصار ما يمكن أن يدعى أن تكون السيغة و موضوع لا ينشائي التلب فيما إذا كان بداعي البحث والتحريف هذا بعد بحث آخر صاحب الكفاهي يقول دواعي الاستعمال لسيغة العامر قد تكون البحث والتحريف و قد تكون سائر الأمور تسع سمانية مثلا نقول سيغة يفعل وزعاد لأي شيء لإنشاء التلب بشرط أن يكون ما هو غرض المتكلم البحث والتحريف وإلا لو كان غرضه غير البحث والتحريف من سائر الدواعي فهذا الإطلاق والاستعمال يكون مجازيا هذا نوع من التعديل على يهال في رأي المسنف رزوان الله عليك لأنه في المرحلة العلامة قبل قصار ما يمكن أن يدعى قال إنشاء التلب الداعي أحد من هذه الأمور التسع مثلا الآن يقول لا إنشاء التلب بشرط أن يكون الدواعي ما هو البحث والتحريف سائر الدواعي لا يرتبط بالموضوع لا يقول قصار ما يمكن أن يدعى أن تكون السيغة موضوعا لإنشاء التلب فيما إذا كان التلب بداعي البحث والتحريف لا بداعي آخر من الدواعي فيكون إنشاء التلب بها بسيغة الأمر بعثا بداعي البحث والتحريف معنى حقيقيا وإنشاءه بها وإنشاء التلب بها بسيغة الأمر تهديدا يكون معنى مجازيا لأنه يسير خارج عن الموضوع لا طبعا هذا بعد يحتاج إلى الإثبات الآن بحثنا يكون ما هو فقط في تعيين الموضوع لا بالتدريج هذا البحث يكمل حتى في زمن المبحث الثاني بعده صاحب الكفاية رضوان الله عليك يقول وَهَذَا غَيْرُ كَوْنِهَا مُسْتَعْمَلَةً في التهديد كأنه أحد يقول يا صاحب الكفاية رأيكم هذا صار نفس رأي الآخرين على يهال هم أيضا قالوا سيغة الأمر قد يستعمل في التهديد قد يستعمل في البعث وقد يستعمل في سائر الدوائق أنت أيضا قبلت على يهال صاحب الكفاية في جواب دفع داخل المقدر يقول وَهَذَا الَّذِي نَحْنَا ذَكَرْنَاهُا غَيْرُ كَوْنِ السِّيغَ مُسْتَعْمَلَةً في التهديد و غَيْرِ التهديد فَلَا تَغْفَلْ یعنی لا يصير خلطا لكم أنه ما هو تحديد وغیره أصلا ما هو يكون من الدوائق والحال أنه ما هو موضوع لبنان على نظرنا هو صرف أي شيء صرف إنشاء وطلب ولكن بدعی أي شيء بدعی تحریک الاستعمال شيئون والموضوع لا يكون شيئون آخر حتی في هذا الرأي الأخير محقق الخراساني ما لا يلحظه الجهة أنه استعمال صيغة الأمر في التلب الإنشائید ولكن ما هو بداعی تهديد وغیره حتی ما هو يكون مجازا ولا يكون جزء من المعن الحقيقی هذا كله بالنسبة إلى هذا الباحث وإذن في هذا الفصل الثاني في فصل الصيغة الأمر وفي المبحث الأول منه استطعنا أن نبين أن التلب الإنشائی في مقابل التلب الإخباري هو الذي يكون معنى الصيغة في القرآن والسنة بعده يقول إيقاظ جريان الكلام في سائر السيغ الإنشائي هذا بعد بحث آخر من محقق الخراساني رضوان الله عليه وإصلا لا يرتبط به بحث صيغة الأمر فقد به هذه المناسبة ترهها أنه نحن هنا ما قلنا أن الدائي غير الموضوع لا بعض الأوقات معنى اللفظ شيء ودائل الاستعمال شيء آخر به هذه المناسبة يدخل في بحث آخر وهو أنه صائر السيغ الإنشائي به حكم الصيغة الأمر من هذه الجهة به عبارة أخرى الإنشاء قد يكون إنشاءً أفرز ما هو الإنشاء قد يكون ما هو طلبياً وقد يكون الإنشاء غير الطلبي إنشاء الطلبي لها مجموعة من المصادق في اللغة العربية مثلا أفرز ما هو التمني الترجي الأمر والنهي والاستفهام والعرض والعراز والنداء كلها من الإنشاءات الطلبية في مقابل الإنشاء الطلبي إنشاء الغير الطلبية على أيها أفرز المعت والزام العقود والإقاعات مثل بعتو وتلقتو والقسام والتعجب والرجاع مثلا كل هذه الأمور لا تدل على التلاب صاحب الكفاء رزوان الله عليه فقط بهذه المناسبة ومن بابع الكلام يجر الكلام يدخل في هذا البحث أن في القرآن الكريم هناك استفهامات في القرآن الكريم هناك ترجي مثل لعلكم تتقون وفي القرآن الكريم هناك السيغ التمني بما أن التمني والترجي والاستفهام معناه الحقيقي يفيد العاجز يفيد الجهل ويفيد الذعف مثلا كل هذه الصفات من صفات المخلوقين بما أن هذه السيغ استعمل في كلام الله سبحانه وتعالى فما هو توجهه بقية العلماء قال هذه الإطلاقات استعمالات مجازية بمناسبة كون المتكلم هو الله سبحانه وتعالى فرضوا لهذه السيغ معاني مجازية صاحب الكفاء رزوان الله عليه قل لا نحتاج إلى هذا التأويل ولا نحتاج إلى إخراج السيغ عن معناه الحقيقي لأنه استعمال هذه السيغ طارتا يكون في معنى الانشائي وطارتا في غير الانشائي إذا كان في غير الانشائي صحيح في حق الله سبحانه وتعالى لا يكون ممكن أما إذا كان في الانشائي فلا بأس بهي خصوصا أن الدواعي أيضا تختلیف لأجل هذا يقول إيقاظون يعني من باب التنبيه لا يخفى أن ما ذكرناه في سيغة العمر جارن في سائر السيغ الانشائية كما ذكرتا لكم فكما يكون الدعي إلى انشاء التمنى أو الترجع أو الاستفحام بسيغ هذه السلاس طارتا هو ثبوت هذه السفاد حقیقتا واقعا الشخص يتمنى أو ترجع أو يسأل مثلا يكون الدعي غير هذه السفاد أخرى بعض الوقات ما هو بداعي الآخر الشخص يستفحيم مثلا من باب المحبة مثلا يستفحيم إذا كان ها كذا الدواعي إذا كان تختلیف فلا وچل الالتزام بإنسلاح بإنسلاح السيغ هذه السلاس أنها عن هذه السفاد وإستعمال السيغ في غير هذه السفاد إذا وقت في كلامه تعالى لماذا ذهب إلى الإنسلاح والمجازية لإستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل وأن الإنسلاح لا وجه للإنسلاح لا وجه لهذا الالتزام لا وجه لهذا الإنسلاح ما دام يمكن معنى الحقيقي العدول عن معنى الحقيقي لا وجه له لماذا؟ فإن المستحيل هذا تعليل لعدم صحة الإنسلاح لعدم جواز الزهاب إلى الإنسلاح فإن المستحيل إنما هو المستحيل الحقيقي من هذه السفاد للإنشائي الإقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصول المعنى بالسيغة كمعرفته استفحام الإنشائي أو الترجي والتمني الإنشائي بدواعي أخرى خفيف المعنى في حق الله سبحانه وتعالى إذن يكون ممكنا لأجل هذا ما هو أنت في الإنشائي فقد تطلب الشيئن ولكن هذا لم يقع في الخارج صرف الطلب يكون منك ففي كلامه تعالى قد استعملت السيغو في معاني السيغ الإقاعية الإنشائية أيضا لا لإظهار ثبوت هذا السيغ حقيقة الاستفحام المتعرف بداعي رفع الجهل يسدر من الإنسان في حق الله سبحانه وتعالى يكون بداعي آخر وهكذا بالنسبة إلى الترجي والتمني بل لعمر آخر حسبما تقتزيه الحال إما لأجل إظهار المحبة لعلكم تتقون لعلكم تفلحون مثلا فنرى أنه لإظهار المحبة ولأجل سعادة العباد هناك نوع من التمنى مثلا أوه لإنكار بعض الأوقات إله مع الله استفحام الاستنكاري مثلا أوه التقرير والتسبیت مثلا نشرح لك صدرك و أمثالها لأجل هذا يقول إلى غير ذلك من التوجيهات إذن الترجي من الله سبحانه وتعالى أو التمن من الله سبحانه وتعالى بداعي التمن حقیقتا يستلزم العجز ولا يستر من الله ولكن التمن بداعي المحبة لعلكم تفلحون لعلكم تتقون و أمثالها خب الله بأس به و يكون عقلائيا و يناسب مع ذات الله سبحانه وتعالى و صفاته لأجل هذا الصاحب الكفاية بعد هذا البحث التويل يقول ومما ذكرنا لكم زهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرا للصيغة الاستفحام ليس كما ينبغي أيزان كل هذه المعاني معاني مجازية نحن نتكلم عن معنى الحقيقي معنى الحقيقي عادة يكون واحدا نعم هذا المعنى الحقيقي قد يستخدم بدواء مختلفة استفحام قد يكون به داعي العجز و قد به داعي رفع الجهل و قد يكون به داعي التنكير مثلا استفحام الاستنكاري نفس الشيء بالنسبة لصيغة الأمر إذن حاصل البحث في فصل الأول في مبحث الأول من هذا الفصل الثاني أنه لا تتصور أن لصيغة الأمر معاني كثيرة على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنى مثلا لا كل هذه المعاني في الحقيقة ترجع إلى دواعي الاستعمال معنى السيغة واحدون عبارة عن أي شيء عن إنشاء التلب أو بتعبير آخر كما قلت لكم التلب الإنشائي في مقابل تلب الإخباري طبعا طلب الإنشائي قد يكون شديدا قد يكون زعيفا هو بعد بحث آخر إنشاء الله سنتكلم عنه في حلقة مقبلة وفي فصل المقبل بإذن من الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة